مجزء الثالث عصر من التلفزيون المصري أهلا بكم بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة لرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وأكد الفريق أول محمد زكي خلال البرقية أن رجال قوات المسلحة وهم يهنئون الرئيس عبدالفتاح السيسي باستقبال عيد الفطر المبارك يجددون العهد على أن يظلوا أوفياء لقسم الولاء للوطن حراسا للأرض والإرادة عاملين على أن تمتلك القوات المسلحة من أسباب العلم والقوة ما يعزز من قدرتها ودورها الوطني في الدفاع عن الوطن ومقدراته وتاريخه الحضري العريق كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه المناسبة بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وخلال البرقية دعا وزير الداخلية أن يعيد المولى عز وجل تلك المناسبة العطرة أعواما عديدة ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعة وازدهار كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى كل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور شوقي علام كما بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للقيادات والضباط والعملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 360 قضية تامونية بمضبطات أكثر من 120 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 52 طن سلع غذائية وفي مجال عدم الإعلان على الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 32.5 طن أما في مجال الاستلاء على السلع المدومة تم ضبط أكثر من 19 طن دقيق مدعم وسكر تامونية وفيما يتعلق بقضايا المخابز تم ضبط 409 قضايا من بينها 63 قضية خبز ناقص الوزن و116 قضية خبز غير مطابق للمواصفات مشاهدين وصلنا إلى ختام موجز الثالثة من التلفزيون المصري نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء شكرا